السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ البلدي العتائي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهنعرف ازاي تدينا اللونة الحلوة ده وكمان هنعملها بتتبيلة مميزة جدا هتديها ريحة وطعم خرافي يجي من اخر الشارع انا عن نفسي بحب دايما الفراخ العتائي بتكون شربوتها كده سمينة بتبقى حلوة جدا للمحاشي وللمنوخية وكمان طعمها واللحمها بيكون احمر وطعمها حلو جدا ميل شوية للبط انا عندي هنا الفراخ بتاعتي طبعا غسلها كويس جدا وسايبها تتصفى بخسلها بدعاكها بلمون كويس وملح وبخسلها تاني واسيبها تتصفى هنا اجهز الخلطة اللي هحشيها بيها المرتة اللي بتلحيش بيها البط الدميوتي عندي بصل مكعبات وفي بصل صغير او رمة عندي له معلقة ونص صغيرين معالي التوابل دي فلفل اصمر معلقة صغيرة ونص من الكمون نص معلقة بس من الشطة ومعلقتين صغيرين من الملح علشان يبقى حضقها كده ظاهر وتبقى متجبلها لفرخة حلو وطعمها حلو هقلبهم كويس جدا وافرقهم مع بعض الاول وبعد كده هضيف لهم حوالي ربع كوباية من الزيت اي زيت عندي كون نظيف وشوية مية مغلية او مية من الحنفية مش هتفرق واحطهم على النار لايت ما يبدأوا في الغليان وهدى عليهم النار لايت ما يشربوا المية وانطروا الزيت وبالشكل ده هسابهم لما يبردوا شوية والفرخة عندي زي ما قلت لكم اصلتها وشلتها عصرت عليها لمو من جوه من بره الجزء ده انا بشيله خالص بقواره كده بستكينة وعايز اوريكم من جوه بيكون فيها سومونية كتير زي ما انتم شايفين فراخ العتاء بيكون سمينة بيكون جلدها سميك شوية بتاخد سوى شوية لكن بيبقى طعمها حل ولحمها احمر بيشيل الجزء ده كمان بيستكينة علشان بيدي زهامة للفرخة وكمان طبعا بتنظفي الفشة اللي في الدول واتشيليها هبدأ أتابلها بعصير لموتين كبار عليهم مع الأصويرة او نص مع الأصويرة من الملح ومع الأصويرة من الفلفل الأصمر وهبدأ أتابلها من جوه كده من قلبها ومن بين الجلد وحاول لنا أدخل التابل دي تحت الجلد كده بين الفقد والسدر كده مفتح ده خلفية تدبيلة أنا مش فاصلة الجلد بتاع السدر ولا اي حاجة لكن هو الجزء ده بيكون مفتح تلقائي هبدأ بعد كده أحشيها بالمرتة اللي أنا جهزتها هي بعد ما بردت شوية لو عندك بصل أورما صغير كده حطي معاه بيبقى حلو جدا بيدي تسكيرها حلوة جدا طعم البصل ده كمان بيبقى توحفة جدا لما بتحطيه على الرز الأبيض كده بيبقى جميل جدا جدا وبيدي ريحة حلوة جدا للفراخ وللشربة وطعم كمان جميل هبدأ أخد كده بين الفخد والسدر كده أحط معلقة برده من البصل ده وتابل بيه بعد كده كويس كل ده بيدي طعم اللحم نفسه بيبقى طعم متشرب من البصل ده بيدي له طعم حلوة جدا هبدأ بقى أخلص الحشوة بتاعتي كلها وكتف الفرخة عادي تمام علشان يبقى شكلها حلوة كده بعد ما تستوي ادعكي بقى التدبيلة كده من بين الفخد والسدر طبعا أنا مجهزة مية مغلية عندي علشان بعد ما شوح الفرخة وديها صدمة كده أنزل بالمية المغلية علشان ما تأخر ليش التسوية بتاعتي الفراخ طبعا مش هنضيف لها الملح أثناء التسوية يعني آخر وقت كده آخر 3 ربع الوقت أو في 3 ربع التسوية هبدأ أضيف لها الملح بتاعها علشان ما يأخر ليش التسوية هاجي في حل على النار نقطة زيت بس صويرة ما تقطريش الزيت علشان هي زي مقدور كسمينة وبتنزل سومنية كتير جدا هتشوفها في الشربة بعد كده فصلين مستيكة وفصلين حبهان وهنزل بالفراخ كده بعد ما الزيت بتاعيه سخن والمستيكة تسيح وابدأ لها على كل جنب شوية لانا مش عايزها تتحمر ولا حاجة انا بس تبديها صدمة بسيطة تمام وزي ما قلت لكم انا مجهزة الماء المغلية هنزل بورقتين من دورة جزر وفلفل أقدر رومي الفلفل الرومي بتدريها حلوة جدا جدا للشربة جربوها كده ومش هتندمه واي عود خضر عندك بقدونس أو كسبرة هبدأ في الغليان اهو هدي عليها النار وقط عليها واسبها هيبقى تستوي مع نفسها كل شوية قلبها على جنب انا اضفت لها الملح بتاعها في الاواخر طلعتها خلاص واستنتها لما تهدى شوية وبعدين طبعا يا باينة ان هي استويت هتلاقوا كده بين الفقد والسدر فاصل للجلد فباين كده ان هو استوى انا بعمل ايلي الفرخة ما بدهنش صلصة ولا اي حاجة او بعمل ايلي الطيور عمما عصيل نامونتين كبار عليهم ملح وفلفل أصمر زي اللي عملنا بيهم الفرخة في الاول بدهن بيهم الفرخة كويس جدا قبل ما دخلها الشواية او حتى لو حمرها في السامنة برضو بعمل كده هو ده اللي بديها لون التحفة ده وبدي طعم حلو جدا لجلد الفرخة بديها مزازة كده ولون حل لا شكلها بعد مخرجة من الشواية مش من الفورم طبعا الفراخ العتائي كل ما كان وزنها كبير كل ما كانت احسن وانت انتشافش منك في التسوية اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتك وتجربوها وتقولي رأيكو فيها ان شاء الله وياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا ان شاء الله كل فيديوهات الجديدة ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملونه لايك وشير واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد كنت معاكو شايماء امين اشتركوا في القناة